مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم كتاب الأمير للدبلوماسي الإيطالي نيكولو ماكيافلي والذي نشره عام 1532 كتاب الأمير معني بالأنظمة الاستبدادية لا بالأنظمة الجمهورية يعرف الفصلان الأول والثاني الأنواع المختلفة للإمارات والأمراء بينما يصف الفصل الثالث بشكل شامل كيفية الحفاظ على الإمارات المركبة أي الإمارات التي تم إنشاؤها حديثا أو ضمها من سلطة أخرى بحيث لا يكون الأمير مألوفا للأشخاص الذين يحكمهم يقدم الفصل الثالث أيضا الاهتمامات الرئيسية للكتاب سياسات القوة والحرب والنوايا الشعبية الحسنة في شكل مغلف تشكل الفصول من الرابع إلى الرابع عشر قلب الكتاب يقدم ماكيافلي نصائح عملية حول مجموعة متنوعة من الأمور بما في ذلك المزايا والعيوب التي تتبع طرقا مختلفة للوصول إلى السلطة وكيفية إنشاء دول جديدة والحفاظ عليها وكيفية التعامل مع التمرد الداخلي وكيفية إقامة تحالفات وكيفية الحفاظ على جيش قوي هذه الفصول هي آراء ماكيافلي فيما يتعلق بالإرادة الحرة والطبيعة البشرية والأخلاق لكن هذه الأفكار لا تعبر عن نفسها بشكل صريح كموضوعات للنقاش حتى وقت لاحق تركز الفصول من الخامس عشر إلى الثالث والعشرين على صفات الأمير نفسه بشكل عام تسترشد هذه المناقشة بوجهة نظر ماكيافلي الأساسية القائلة بأن المثل السامية تترجم إلى حكومة سيئة هذا الافتراض صحيح بشكل خاص فيما يتعلق بالفضيلة الشخصية قد يتم الإعجاب ببعض الفضائل لمصلحتها الخاصة ولكن تصرف الأمير وفقا للفضيلة غالبا ما يكون ضارا للدولة وبالمثل قد تكون بعض الرذائل مستهجنة ومكروها لكن الأفعال الشريرة لاغنا عنها أحيانا لمصلحة الدولة يجمع ماكيافلي هذا المنطق مع الآخر الفكر القائل بأن الفوز بثقة وحسن نية الجماهير هو أفضل طريقة للحفاظ على السلطة وبالتالي قد يكون ظهور الفضيلة أكثر أهمية من الفضيلة الحقيقية التي يمكن اعتبارها مسؤولية ترتبط الأقسام الأخيرة من الكتاب بسياق تاريخي محدد وهو تفكك إيطاليا يحدد ماكيافلي روايته وتفسيره لفشل الحكام الإيطاليين السابقين ويختتم بنداء حماسي لحكام الأمة في المستقبل يؤكد ماكيافلي على الاعتقاد بأن لورينزو ديميديتشي الذي تم تكريس كتاب له هو الوحيد القادر على استعادة شرف إيطاليا وفخرها أتمنى أن يكون ملخص كتاب الأمير قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله